السلام عليكم طلبتنا العزاء نكمل معكم محاضراتنا ضمن موضوع الجذور باستخدام الطرق العددية لبس ما تكلمنا سابقا عن موضوع الطرق العددية قلنا انه هناك طرق ممكن تكون مطولة وغير مجزية ولا تعطي نتائج دقيقة عندنا طريقة الفيكس بوينت مثل الطريقة الثانية هي عبارة عن طريقة ثانية لاجاد الجذور ولكن طريقة مطولة نفس ما نشوف عندنا بالمثال الاول انه الطريقة مطولة تكون عندنا لهذا السبب راح تكون هاي الطريقة تكون للاطلاع فقط فننتقل الى صفحة 13 ناخذ الطريقة الثانية اللي هي طريقة نوتن رافسون مثل طريقة مهمة جدا طريقة اللي عندنا اللي هي الثالثة طريقة نوتن نوتن رافسون مثل طريقة مهمة جدا ما هو القانون الرئيسي لها هو القانون الرئيسي نوتن رافسون مثل اكسل اي زائد واحد القانون الرئيسي لهاي الطريقة الاخسل زائد واحد اللي هو قيمة الاكسل الابراكسوميت العددية للجذور اللاحقة يساوينا قيمة الاكسل الانيشيال او القيمة الحالية ناقص قيمة الدالة للأكسل حالية على قيمة مشتقة الدالة للأكسل حالية هذا القانون الرئيسي اذا قانون الرئيسي احتاج فقط اف للأكس واحتاج المشتقة مالته اقدار احل واطلع جذور للدالة فالكزامبول شنو يعني اوضح لكم ياها انو مثلا هنا مو قلنا اعدنا مثلا دالة اف هي الواي هي اف للأكس قلنا راح ناخذ اف للأكس وساويها للصفر ومن يمها راح نطلع قيمة اكس اللي هي تخلي هاي الدالة تساوي من صفر واللي هي تعتبر الجذر وقلنا هاي شون نعرف قلنا اول شغلة نسويها هي نختبر اشارة الدالة تمام نختبر اشارة الدالة مثلا اعدنا المثال الاول مثلا اعدنا المثال الاول اعدنا هذا المثال كما هو موضح اعدنا الدالة عبارة عن اكس تربيع ناقص اربعة ساين ومجرد انو هاوضح انو هي الدالة شنو اف للأكس عبارة عن اكس تربيع ناقص اربعة ساين الاكس تمام اربعة ساين الاكس ها هي الدالة والسواج يقول اوجد بوزيتف روت بوزيتف روت يريد جدر الموجب شيريد يريد جدر الموجب شكرا مطين الدقة واحد في عشرة والسالب ستة هاي جدا مهمة انو عاد الدقة شكرا واحد في عشرة والسالب ستة رايد من يمني بوزيتف روت يريد جدر الموجب ما قايل روت لا قايل روت اذن جدر واحد موجب يريد لك بس اريد الدقة معتي واحد في عشرة سالب ستة شنو معناها معناها عندما تصل الدلتا اللي هي نسبة الارار اقل من هاي نسبة الاجبار او الدقة مالتي فراح اتوقف بالحد تمام راح اتوقف بالحد اذا اول شغلة شا سوي عند هاي الدالة يقل اذا اول شغلة باي مسألة هي اختبر الدالة اول شغلة هي اختبر الدالة الموقع ناقل موجب اذا ابدأ بالصفر في يبدأ بالصفر راح تطلع قيمة اللي عندي صفر بعد اقدر ابدي بالواحد راح تطلع قيمة سالب اثنين بوينت ثلاثة سامثن فالشي القام بعد والنوب راح نفرض اثنين راح نفرض اثنين راح تطلع قيمة بوينت ثري سيكس ثري والنوب تلاف تطلع قيمة ثمائي بوينت اربعة بما انه صار تغيير من السالب الى الموجب معناها اكو جذر بين هذه القيمتين معناها شنو اكو جذر بين هذه القيمتين واذا نستخدم الحاسب الكاسيو ندخل هذه الدالة ضمن التابل الموجود ادنى نفس ما تعلمنا خلال محاضرة ونطلع القيم من سالب الى الموجب فراح نلقي انه التغير فقط يكون ما بين قيمة اكس واحد الى قيمة اكس اثنين ليصفر عندي الدالة ما بين قيمة اكس يصفر عندي الدالة تمام اذا عند الصفر صفر اذا قيمة الجذر صفر صفر فهاي الجذر الاول خلنا انjer ونحن ن gerçek نضع انه قيمة الجذر الموجب عندي بين �� ally y and y y y 2 نصل من قيم تقع بين X ساوي لي واحد والX الثاني ساوي لي اثنين تمام تمام ليش نحتاج منها القيمة X القيمة اللي تكون اقرب اللي هو القريبة شو نعرف القريبة القريبة اللي قيمتها صغيرة تقترب من الصفر I.3 هي اقرب للصفر من سالب 2.3 شلون نجي نوضحها هنا احنا قلنا عدنا هاي الصفر ما لاتنا نفرض بغض النظر انه المحاور بالX او بالY واذا نريد نحط خط للعداد نفرض انه هاي سالب واحد سالب اثنين وهنا هاي الواحد نفرض هاي اثنين فالقيمة اللي طلعت لي اكو قيمة عندي هنانا هي سالب اثنين بوينت ثلاثة اعتقد فالشي هي شي شي سالب اثنين بوينت ثلاثة الثاني هي او بوينت ثلاثة او بوينت ثلاثة تقريبا اهنا 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 تساوي اثنين وحنا قيمة عندما اكس جد تساوي لي واحد اذن اكس نوت جد تساوي لي ثلاثة ليش اختارين اكس نوت ثلاثة ليش اختارين اكس نوت ثلاثة اليوني شيء القيمة الفرضية الاولى لانه هي تكون مسافتها اقرب الى الصفر من هاي المسافة اذا احنا ياخذ لي ماذا نقول فدع عشر خطوات هنا ممكن ياخذ لي ثلاثة خطوات فعني هاي اهم الشغلة انه ابدي بيها هي الاكس نوت هي شنو الاكس نوت الاكس نوت الاكس نوت الاكس نوت رح يساوي لي الاكس نوت رح يساوي لي اثنين هاي اول شغلة ثاني شغلة قلنا اول اي تلاش نشارد منكم تحلوها بتفاصيلها فهاي الدالة اللي اندي هاي مالتنا الرئيسية فعوض لي الاكس نوت اللي هو الاكس نوت اللي هو الاكس نوت للاثنين فعوض لي فطرات قيمته انه ست مراتب اخذ بعد الفاصلة فاخذ او وين تثري رجاء النوب احنا شرح نسوي رح نشتق الدالة اشتقه والنوب رح نعوض الاكس الانشيال بيمان بالمشتقه وايضا رح نستقبلها بالاخير رح اطبق الدالة انه الاكس اي زاد واحد اللي هو الاكس واحد طبعا يعني بالصفر فهذا رح يصير اكس واحد اذا عاني بالواحد قد رح يصير هذا الاكس اكس اثنين واذا هذا بالثلاثة هذا اكس ثلاثة الى ما لا نهاية اذا عاني اكس واحد طرع لي واحد بوينت تسعة هذا الاكس الاول الاي داريشن رأسين انا حسبه رأسين الثاني ابدأ حسبه بالجرد فانا هاي قيمة اكس عوضتها بالدالة وعوضتها بالمشتقة انه بطلعت قيمة الاكس اللاحقة والنوب طلعت الارار بهنعتهم تمام انه شا هنسوي هاي القيمة الاكس اللاحقة رح تصير اقنالة ايه نفسها هاي القيمة رح تنزل نفسها بالاكس البعادين والنوب نرجع نطبق نفس الخطوات والنوب هاي القيمة هاي القيمة رح تنزل نفسه وين اهنانه والنوب وهكذا والنوب هاي القيمة رح تنزل نفسه اهنانه بمع انه طلعت قيمة الاكس هاي النهائية فهم طلع الايران طلعت 2.3 فيه عشرة السالب سبعة وبالتالي اصغر من عشرة السالب ستة اذا اهنانه اتوقف انا بالحال اذا الجذر ماتيا هو هو اخر قيمة طلعت هاي قد اخر قيمة واحد بوين تسعة ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة اربعة وهنا واحد بوين تسعة ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة اربعة تمام شباب تمام طلبتنا العزة اللي هنانه نكمل موضوعنا اليوم اللي هي ونيوتر رفس الميثود نطبق الجدول البعضة عبارة عن اختصار يقولك انه ممكن تطيني هاي التفاصيل وممكن انه تختصرها كلها قالوا الواحد انا افضل هاي الطريقة جدول اول حتى لا يكون عندك خطأ وممكن تستخدم الطريقة الثانية للجدول انا ما عندي اي مشكلة بالموضوع السؤال الثاني محلول ادكم يعتبر واجب عليكم انه تحلوا بتفاصيله بايدكم نفس الخطوات ونفس الترتيب ان شاء الله راح ناخذ المحاضرة القادمة لطريقة الموديفايد ميوت الميثود ونختم موضوعنا للجذر ان شاء الله اتمنىكم التوفيق لا تنسون الاشتراك بالقناة والمتابعة دوفيق